بعد ما استنزف قطاع الكهرباء الموازن العامي بعجز لمس المليارين دولار سنويا وصل هيدا القطاع اليوم للعدم مع أزمة فئدين لفيول من البلد العتمي عم بتلاحق المواطن كيف ما برم كهربائيا واقتصاديا لكن شو بالنسبة للطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات البديلة معقولة تكون هي الحل من 2012 لليوم نحن صار راكب بلبنان 95 ميجاوات وعدد المشاريع 2500 مشروع لطاقة البديلة بالمجمل والطاقة الشمسية بالأخص فيها تكون بداية حل أكيد لأزمة الكهرباء مزارع الطاقة الشمسية أو حقول الطاقة الشمسية يلي هو كمان وين بيكون في عنا أراضي وقدرت أنه نشبك على شبكة الدولة بيقدر ينعمل لحدية الواحد جيجا يعني قد معملان من معامل الزوء يعني تتشوف قد الفرق الدولة عم تنتج كهرباء بعشرين سنت بالكيلو وات أور بالوقت اللي هي فيها تاخد كهرباء من الطاقة البديلة بكلفة 5.7 سنت تحتى يتم تنفيذ هيك مشاريع كبيرة خصوصة بالوضع الحالي لازم يصير في اتكال أكتر على القطاع الخاص على شركات القطاع الخاص هي تأنتج هيدا الكهرباء من الطاقة الشمسية لتبيع الدولة هيدا الطاقة العم تنتج بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية اللي عم تنعكس شح على تمويل مصر في لبنان للفيول المستورد حتى قطاع المولدات الخاصة صارت على المحق والعتمة أدمة لمحال فهل قادرة طاقة البديلة تحل مكان كهرباء الدولي والمولدات الخاصة بشكل كامل؟ بتدلت تغطية 100% إذا كانوا الكالكوليشنز مزبوطين ونحن عم نعمل جهاز يقدر بالنهار بساعات الشمس يجمع كل شيء بدنا نستعمله على 24 ساعة موضوع التخزين حول العالم بعده ما انه متطور بطريقة انه يمكن الاعتماد عليه على مستوى الشبكة بشكل عام عن المصادر الأخرى للطاقة البديلة في طاقة الرياح واللي كانت وزيرة الطاقة والمي السابق ندب الثاني أطلقت دفتر الشروط لدعوة القطاع الخاص لبناء محطات إنتاج كهرباء من هيدا النوع من الطاقة في مناطق بالشمال وفي مناطق بالبقاع بقية المناطق ما عنا الهوى المطلوب كرميل طاقة الرياح ما نكون عم نحكي عن طاقة الرياح أو عن المروحة عم نكون عم نحكي عن موتور دينامو يعني قصص ميكانيكية أكيد بدي يكون عنده صيانة سنوية ثلاث شركات انمضى معهم عقود شراء الطاقة وحاليا هيدا الالتزام ناطرت حتى يصير فيه تطور إيجابي على المستوى الحكومي وعلى المستوى المالي بلبنان مع كل ما تقدم من معطيات حول واقع الطاقة البديلة بلبنان هل حدا من المعنيين بالدولة رح ياخده بعين الاعتبار لاستخدام الطاقة البديلة لتطوير القطاع الكهربائي علما أنه لبنان وقع سنة 2018 أول اتفاقية لشراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة عبر شركات خاصة لكن الاتفاقية تعسرت بسبب عوامل عدة بين السياسة والأنوني والمؤسساتي يعني أرصدت لبنان داخل أروئة صندوق النقد الدولي بعد فرغة إذ أنه إصلاح قطاع الكهرباء يعتبر بند أساسي بتوصيات الصندوق لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية محمد زهوي تليفزيون نشرة ما تنسوا تعمل السبسكايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك